مع الطبيب المختص أسبوعيا برنامج طبي في علاقة بيطب الإختصاص على الحياة أفهم التقصي واليوم سيكون موضوع حصتنا مراحل العلاج والخيارات العلاج وبش نحكيه على هذا الكل يحضر معانا ثلة من الأطباء من مختلف الاختصاصات عنا تحضر معانا الدكتورة ناديا مروين طبيبة استشفائية جامعية في أمراض النساء وتوليد بمستشفى ابن جزار مرحبا بك دكتورة ناديا شكرا ناديا يعطيك الصحة على تلبية الدعوة وتحضر معانا كذلك الدكتورة نجلة بن سعيد طبيبة مختصة في علاج الأورام مرحبا بك دكتورة عسلام عافيف ونكشو مرحبا بالسيدة الأطباء ومرحبا بالمستمعين الكل شكرا للمعلومات المحيدة يعطيك الصحة وكذلك يحضر معانا الدكتور مهدي بطريف طبيب استشفائي جامعي مختص في جراحة التجميل والجراحات الترميمية وظهر لي اليوم تحضر معانا بش تعطينا الأمل للأمل في استعادة الجزء مهم برشا بالنسبة للمرأة بش نشوفهم بعد الخيارات كيفيش نعمل التجميل كيفيش ووقتيش وهذا الكل بش يجاوبنا عليه الدكتور مهدي بطريف عسلامة دكتور عافيف مرحبا بالسيدة المستمعين راديو حياتة فام تفضلوا هاي شيك مرحبا شكرا على تلبية الدعوة وشكرا على المعلومات اللي تعطيهمنا كل مرة دكتور مهدي دكتورة نيديا لو كنا بدايو احنا وصلنا حكينا على علامات المرض حكينا على طرق التقصي وكيفيش تكون ووقتيش نبدايو التقصي بنسبة للسرطان الثد اليوما حبينا الحسنة بتاعنا نخصصوها للعلاج طرق العلاج ووقتيش وكيفيش بعد ما عملنا التشخيص هالي فم برشة برشة طرق للعلاج فم كيفيش نختاروهم شنوما هذوما طرق العلاج بهي عفيفياتيك صحة على الموضوع اول حاجة بعد ما يصير التشخيص والتأكد اللي هو سرطان الثدي المريضة بيش تدخل في سلسلة من العلاجات هي طويلة شوية ان فنكشون دستاد متاع المرض اللي هي فيه هذيك عليش مهم برشة قبل ما نبدايو اي علاج انه نحدو هي فقنا مرحلة هذي يصير بالتشخيص الاكزامان كلينيك يعني شخص اشخيص طبي وبالتصاور اللي نعملوهم اللي كومموغرافي والاكزامان كلينيك بيه فما اين كلاسيفكاسيون احنا اللي مدسان يعرفوها الكل هي الكلاسيفكاسيون تيانيم اللي تدخل فيها اول حاجة الكبر متاع الكتلة الموجودة في الفسدي اول حاجة اللي قلنا التايم متاع الماس هذيه ثاني حاجة ايس كالامريضة عندها والسيسات مع الكعبورة الموجودة في الفسدي متاعها وإلا ما عندهيش وزيدة حاجة ايس كالمرز يعني موجود كان في الصدر متاعها وإلا متشر في البدايس اخرى في البدايس هذيه كله نعرفوه بيلان يتسمى بيلان ديكستانسيون انفوا حددنا المرض في اين مرحلة وقتها نبدايو مجموعة الالاجات اللي مش نذكروهم تويكية ومش نناقشوهم في الحصان اول حاجة في في السرطان الثدي فما العلاج الجراحي العلاج الجراحي هو طبيب الجنرال ما اليشوريجيان طبيب النساء والتوليد هو يقوم بالمرحلة هذيه ومن بعد فما العلاج الطبي اللي فيه علاج كيميائي وعلاج اشعاعي وعلاج الطبي فيه العلاج الكيميائي فيه غانو تغابي العلاج الهرموني وفيه لاتغابي سيبلي وفيه مرحلة سيثة فما للطب الاشعاعي هو الغاديو تغابي به هذيه الكل من نجمو ناخذو القرار بيش نعملو العلاج والنوعية العلاج اللي بيش نختاروها كان ما يجتمعو مجموعة من الاطباء اللي فيها الشوريجيان اللي فيها الطبيب الاشعاعي وفيه الطبيب الكيميائي زيدا وناخذو قرار جامعي باش نعملو انتخيز ان شارج بيها للمريضة حاجة مهمة باش زيدا المريضة من ناحية نفسية لازمنا نحضر المرأة من ناحية نفسية على خاطر انتخيز ان شارج تكون طويلة شوية وصعيبة شوية هذيك عليش الاحاطة نفسية دماء مهمة بيه من ناحية متاعي انا فما العلاج الجراحي الجراحي نبدو بالعلاج الجراحي في مرحلة اولى الطريقة فما برشة ورق الاول حاجة فما الطريقة يا نحيو الكعبورة كهو المريضة اللي في وسط السادي متاحة يا ان الكتلة هذيك كبيرة تفوت التاي متاع ثلاثة سانتي وقتها احنا معناها مجبرين بيش نحيو السادي كامل مع الجراحة متاع الكتلة هذية فما زيدا الولسيسات لازمنا نشوفوهم وفما زوزة ترق بيش نحيو الولسيسات فما التكنيك اللولينية تسمى تكنيك الولسيسات اللي هي جس احنا بيش نحيو اول ولسيسة اللي عندها علاقة بالتمار هذيك نعملولها تحليل واذا كان هالقونجيون هذي كتطلع نيغاتيف معنا ما فيهاش المرض نقفو فما نكملوش الكعبورة كامل لكن اذا كان تطلع القونجيون مريضة القونجيون سانتينا المريضة وقتها احنا مجبرين بيش نكملو الولسيسات كله نعملو كعبورة نيغ كامل واضح واضح اذا بالنسبة للجراحة بطبيعة لزنديكاسيون متاع الجراحة ديما نتدخل فيها الكبر متاع الكتلة هذيكا كبر اصدر متاحها لخاطر تنجم تكون هي عندها معناها كتلة صغيرة لكن اصدرها صغيرة اذا فوق انت مش نحي الكتلة مش مش يبقى حتى شاي من اصدرها زادة كيف كيف فما البلاصة متاع الكتلة اذا كان الكتلة تجي وراء الحلمة معناه رترو ماملوناء وراء الحلمة بضبط زادة بتنجمش تنحي كان الكعبورة كهاوتي ابلي جاي بش نحي اصدر كامل بطبيعة كي مش ننوصلو بش نحيو اصدر كامل ديما انا نأكد على الاحاطة النفسية للمريضة لابخيزون شارج بسيكولوجيك زادة بشيحكي عليها دكتور مهدي الامكانية الريكونسروكشيان مامير اللي هي تعطي يسر امل للمريضة هذي في مرحلة اولى بالنسبة للجراحة يعطيك صحة دكتورة نيديا بالنسبة لدكتورة نجلة وقتش المريضة تاخذوها انتوما في العيادات بتاعكم في علاج الامراض الاوراق فيو علاج الاوراق اه بالنسبة للنحنا نوك المريضة جينا بعد تشخيص المرض وكي بعثوها لكم الاطباء النساء والتوليد ومالي يبعثوكم للمريضة يكون مرض السرطان ثادي يكون تشخص ويكون عرفنا المرحلة انتع المرض السرطاني هذيك وقتش وعلى ضو هذيك كيما قاتلك الدكتورة نيديا بعد الاجتماع الطبي مش نشوفو يندراه فما نجمو نعملو العلاج كيميائي بالعلاج الكيميائي ياخذ في الاعتبار برشة اعتبارات منها خاصية الورم هو بيدو والخاصية المرتبطة بالمريض نفسه مثلا في فما في برشة حاليات اللي احنا ما نعملوش العلاج الكيميائي على خطر المريض تقاه كبير في العمر الحالة الصحية متاعه ما تسمحش عنده امراض مزمنة كما امراض القلب ولا امراض الكيلة ولا امراض الكابد اللي تمنع ما تخلينيش نعديو العلاج الكيميائي وفما خاصية اخرى زيدا مربوطة بالورم وعبيدو كما الحجم متاع الورم اذا كان الحجم كبير فما انديكاسيون ولكن فما زيدا اورام تقاها الحجم انتيحها صغير على الاخر مثلا بين 1 مليمتر و5 مليمتر وهذه الاورام اللي نفق بها وقت الدي بستاش تقوم بها على بكري وقتها نجمو ما تستحقش علاج كيميائي كما فما اورام اخرى نشوفو فما خاصية مثلا المستقبلات الهرمونية نشوفو المستقبلات الهشوير دونو فما اورام سرطانية تقا عندها مستقبلات الهشوير دونو تقاها بوزيتيف عدد الهشوير دونو معناها نقولوا احنا الولاسس اللي فيهم المرض وعلى عين هذي كنوري ونقرروا يندرى بش نعملو علاج كيميائي ولا ما نعملوش علاج كيميائي العلاج كيميائي شنو هو هو عبارة عن مواد كيميائية تتعطاها بصفة فردية وإلا سنوان بروتوكول معناها مزيج مبين ثنين وإلا ثلاثة مواد كيميائية تتعطا بصفة دورية كل جمعة وإلا كل واحد وعشرين يوم الأغلبية عن طريق الوريد وعلى عن طريق الفم واضح حاجة مهمة أنت قلتها دكتورة نجلة أنه إذا كان فقنا بالمرض في مراحل أولى وفقنا به مزيل صغير النجم من استحقوشي للعلاج الكيميائي والعلاج إلا ممكن أن يكون العلاج جراحي مع أطباء ونحافظ على أهمية التقاصي قد ما تكون يعني في مرحلة مبكرة قد ما تكون قد ما تكون العلاج يكون خفيف وتكون المعنية حتى مخالفات العلاج ظهر لدكتورة نادية بالنسبة للجراحة عندها مخالفات بطبيعة بطبيعة مخالفات الجراحة عندها مخالفات أول حاجة دي ما إنا مخالفات نفسية للمرأة على خاطر بالنسبة للمرأة السادي متاحة يرمز معنى هالبرشة حاجة بطبيعة مخالفات تدخل في حالة أخرى يعني حالة نفسية أول حاجة سي للمرأة تنجم تعمل حتى ديبريسيون هذا كأول يعني على البلان بسيكولوجي ثاني حاجة بانسير فما هي عملية نجم تصير انفكشيات نجم ما تصير دم يتحصر في بلاصة متاع للعملية لكن مش نحيو الولسيسات في الولسيسات اللي موجودين في الرجيون أكسيلير نجم البلاصة هذيك تتنفخ وإيديها كريمات تتنفخ ساعة عشان ما نسيق لك ما عاش نجم نقلي بيدي اللي عملت عليها العملية صحيح هذي برميل الكمplication معنى هالنتير موجود هذي برميل الكمplication هذو ما جنرالما المخالفات متاع العملية واضح دكتورة نجلة كيف كيف ظهلي العلاج الكيميائي متبعة كنا نعرف انه عارفوا هم أكثر المرضى يخافوا من المخالفات العلاج الكيميائي أكثر من العلاج الكيميائي هو بيدو زادا عنده العلاج الكيميائي عنده مخالفات تنجم تكون مؤقتة كما تنجم تكون دايما على طول العمر من المخالفات المؤقتة كل شيء مثلا من العلاج الكيميائي كما هو الهدف متى هو قتل الخلية السرطانية اللي تتكاثر بسرعة كبيرة ولكن يأثر على الخلية الجسم السليمة زاد العلاج الكيميائي والأكثرية الخلية اللي تتكاثر زادة بصفاء سريعة كما الخلية متى البويسليت الشعر كما الخلية متى الجهاز الهضمي كما خلية الدم دونك هدو ما يتأثر ولكن الباطلي الجسم نجم يعود يرجعهم دونك من مؤثرة من الأثار الجانبية للعلاج الكيميائي كما قلنا فم أثار مؤقتة كما تساقط الشعر كما الغثيات كما التهاب الفم والجهاز الهضمي كما جرين الكرش كما فقر الدم كما نقص المانعة من المخلفات زادة طويلة المادة مثلا تلف الأعصاب صرتوه في اليدين وفي الساقين نجمي أثر على القلب نجمي أثر على نجمي يعطي حتى عقم معناها وقبل ولي تجنبه بون احنا احنا كما نعلم وكل شي قبل ما نبدأه والعلاج الكيميائي نعلم المريضة وقلولها على الأثار الجانبية ونعطيها نرمال ما نعطيها دواء أو يتخذ معها كل شي مش نقص من الأعراض هذية مثلا في الدول المتقدمة كل شي فما يحطوا حتى دي كاس كرفريجيرون على راس وكل شي مش نقص من تساقط الشعر نعطيه دواء ضد الغثيين نعطيه في صورة ماء عندها فقر دم عن جراء من جراء العلاج الكيميائي نعطيه حتى الدم نعطيه زادة دي فكتور دو كروة صنسي دكن عملت نقص مناعة كبير برشا ونحاولو من جهتنا اللي احنا مش نقص من العوارض هذية الموجودة عنها شكرا دكتورة نجلا يعطيك الصحة إذن انتم ما تتبعوا فينا على الحياة فأم تسعين ثلاثة في برنامجكم مع الطبيب المختص وموضوع الحصة بتاعنا مراحل العلاج بالنسبة لسرطان الثادي تحضر معانا الدكتورة ناديا مروين طبيبة استشفائية جامعية في أمراض النساء والتوليد الدكتورة نجلا سعيد طبيبة مختصة في الأمراض الأورامية والدكتور مهدي بوتريف طبيب مختص في جراحة التجميل وترميم نخرج استرحة موسيقية وهنا رجعين مع الطبيب المختص مع الطبيب المختص أسبوع